محمد الله وبركاته أهلا بكم معي طلاب الصف الثالث الأعدادي في الجزء الثاني من التفاعلات الكيميائية عندنا تفاعلات الأحلال المستوى 3 أنواع 1- تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء يعني تفاعل التعيدل ماذا يحدث عند إضافة حمض الهايدروكلوريك إلى هيدروكسيد السوديوم يتفاعل حمض الهايدروكلوريك مع هيدروكسيد السوديوم مكونا محلول كلوريد السوديوم يعني ملح كلوريد السوديوم زائد ماء طيب إزاي NaOH لو هيدروكسيد السوديوم زائد HCl حمض الهايدروكلوريك ينتج عنه NaCl زائد H2O يعني كلوريد السوديوم والماء 2- تفاعل حمض مع ملح ماذا يحدث عند إضافة ملح كربونات السوديوم إلى حمض الهايدروكلوريك المخفف يتفاعل حمض الهايدروكلوريك المخفف مع إيه؟ مع ملح كربونات السوديوم هيكون كولوريد السوديوم وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير الرائق طيب نشوف المعادلة Na2CO3 اللي هو كربونات السوديوم اتحد مع إيه؟ أو إضافة حمض الهايدروكلوريك 2HCl تمام؟ مخفف هينتج عنه إيه؟ 2NaCl يعني كولوريد سوديوم زائد H2O زائد CO2 ثاني أسود الكربون طبعا بإيه؟ بيتساعد ثلاثة تفاعل محلول ملح مع محلول ملح آخر تمام؟ ملحوظة تفاعل محليل الأملاح مع بعضها بيكون مصحوب بتكوين راصب ملح اللي يزوج في الماء يعني لما ملح بيتفاعل مع ملح تاني ما بيدبوش في الماء بيانتج عنه راصب ماذا يحدث عند إضافة محلول نطرات الفضة إلى محلول كولوريد سوديوم؟ يتفاعل محلول كولوريد سوديوم مع محلول نطرات الفضة مكونا محلول نطرات السوديوم وراسب أبيض من كولوريد الفضة طيب إزاي بقى المعادلة؟ عندنا NCl كولوريد سوديوم زائد AGNO3 اللي هي نطرات الفضة ينتج عنها إيه؟ NANO3 اللي هي نطرات السوديوم زائد AGCL اللي هو كولوريد الفضة وده بيكون إيه؟ راصب أبيض تلاتة تفاعلات الأكسادة والاختزال لازم ننتبه أنه هناك مفهوم أكسادة واختزال حسب المفهوم التقليدي وأكسادة واختزال حسب المفهوم الإلكتروني ماذا يحدث عند إمرار غاز الهايدروجين على أكسيد النحاس الأسود الساخن؟ يتأكسد الهايدروجين إلى بخار ماء ويختزل أكسيد النحاس الأسود إلى النحاس الأحمر طيب إزاي عندنا H2 ده عامل مختزل زائد COO تمام؟ اللي هو أكسيد النحاس مع التسخين ينتبه عنه ها H2O زائد CU يعني H2O مع H2O ده عملية أكسادة ماذا يحدث عند فقط زرة سوديوم NA إلكترون واحد أثناء التفاعل الكيميائي اللي هو من حيث عملية الأكسادة والاختزال تتأكسد متحولة لأيون موجب وتصبح معامل مختزل إزاي عندنا TNA لما بيحصل لها عملية أكسادة بيحصل لها إيه؟ ده ينتج عنها TNA موجب زائد TNA سالب يبقى ماذا يحدث عند اكتساب زرة كلورسي ال إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي من حيث عملية عمليتي الأكسادة والاختزال بتختزل متحولة لأيون إيه؟ سالب وتصبح عامل مؤكسد زي إيه؟ سي إل تو زائد تو إيه سالب مع عملية الاختزال هدو بقى إيه؟ تو سي إل سالب من الشكل المقابل ما لون المادة في كل من الأنبوبتين قبل وبعد التفاعل؟ أتنين ما اسم الغاز المتصاعد؟ كيف يتم الكشف عنه؟ طبعا عندنا قبل التفاعل لون نظرات السوديوم بيكون أبيض بعد التفاعل بيكون إيه؟ أبيض مصفر طيب لون أكسيد الزئبك بيكون أحمر وبعد التفاعل فضي اللون طيب اسم الغاز المتصاعد غاز الأكسوجين ويمكن نكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد إيه؟ أشتعله تمام؟ زي ما قنام بقول إن الأكسوجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعيل من الشكل المقابل ما نوع التفاعل الحادث وما اسم المادة التي كانت في أنبوبة الاختبار قبل التسخين تمام؟ عندنا هنا نوع التفاعل تفاعل انحلال حراري أهو بينا جدا في هنا آآ شمعة وإيه؟ أهو ده انحلال حراري طيب اسم المادة اللي كانت موجودة في الأنبوبة قبل التسخين دي كربونات نحاز سي يو سي أو سري طيب اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل وكيف يمكنك الكشف عن الغاز المتصاعد سي يو سي أو سري اللي هي كربونات النحاز ده بيكون أهضر مع التسخين بينتج عنه ايه؟ ها؟ سي يو أو اللي هو أكسيد النحاز ده أسود اللون زائد ثاني أكسيد الكربون سي أو تو ده بيتصاعد طيب كيف يمكنك الكشف عن الغاز المتصاعد؟ يمكن الكشف عن الغاز ثاني أكسيد الكربون الكربون عن طريق امراره على محلول ماء جير رائق. فبالتالي ايه? بيتعقر. تمام? احنا كده عرفنا كيف يعني آآ نكشف عن غاز الاكسوجين وغاز ثاني وسيد الكربون. تمام? امامك مخطط لجزء من متسلسلة النشاط الايه? الكيميائي. تمام? حدد اي العبارات التالية صحيح وايها غير صحيح. عنصر ايه عنشط من بيه? طبعا صح? لان احنا قلنا تنازليا من فوق لتحت. تمام? طيب. عنصر C يحل محل الهايدروجين? هيدروجين الماء? طبعا غلط. عنصر ايه يحل محل العنصر C في محلية الاملاحه? غلط. العنصر بيه يحل محل الهايدروجين الاحماض المخففة? اه طبعا اكيد كلكوا عارفين. طيب. ما اثر الحرارة على كل من. اكسيد المادة دي وهيدروكسيد المادة سي. مم? تمام? يحل اكسيد المادة دي بالحرارة الى المادة دي ويتصاعد غيز الاكسجين. تمام? اه يحل هيدروكسيد المادة سي بالحرارة الى طيب في سؤال صح وغلط قلنا عنصر ايه انشط من بي صح. عنصر سي حل محل هيدروجين الماء زي ما قلنا ده غلط. عنصر ايه حل محل عنصر سي صح. عنصر بي حل محل هيدروجين الاحماض المخففة طبعا زي ما احنا عارفين ها صح. الشكل مقابل يوضح اه تفاعل السوديون مع الماء. ما اسم المحلول المتكون في الكأس? ها? ده محلول هيدروكسيد سوديون. لما تفسر حدوث فرقاعة شديدة موضحا اجابتك بمعادلة رمزية. وما انواع هذا التفاعل? طب الفرقة دي نتيجة ايه? تصاعد غيز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقاعة. طيب المعادلة اه تو ان ايه اللي هو السوديون زائد تو اتش تو او الماء ينتج عنه تو ان اي او اتش هيدروكسيد سوديون زائد اتش تو اللي هو الهيدروجين بيتصاعد زائد هيت حرارة اللي هي الفرقة اللي قلنا عليها. نوع هذا التفاعل تفاعل احلال بسيط. يعني احلال في لز محل هيدروجين الماء. زي ما قلنا في اول الدرس او في الدرس السابق. في الشكل المقابل يتم امرار غيز الهيدروجين. تمام? على اكسيد النحاس الاسود. ما التغير والذي يطرق على لون اكسيد النحاس مع التفسير? يختزل اكسيد النحاس الاسود الى ايه? نحاس احمر. واكتب المعادلة اهو اتش تو عامل مختزل زائد سيو او عامل مؤكسد مع التسخين يدينا اتش تو او زائد سيو. قلنا عملية ايه? اختزاء. زي ما احنا قلنا من شوريا. في الشكل المقابل ما اسم الغاز المتصعب من كل الانبوبتين. وكيف هنكشف عنه عمليا زي ما احنا قلنا. ها? رقم واحد ثاني اكسيد الكربون اهو. اللي هو بينتج عنه سي او تو. لكن رقم اتنين بينتج ايه? عنه هيدروجين اللي هو الاتش. طيب واحد. ثاني اكسيد الكربون بامراره على محلول ما يجري الرائق فيتعقر. طيب هيدروجين بتقريب عدس قاب مشتعل من فوات الانبوبة. فتشتعل بفرقعة. لكن لو اشتعلت زيادة تبقى ايه هيدروجين? تبقى اكسوجين. اذكر نوع التفاعل الحادث في كل من الانبوبتين موضحا ذلك بالمعادلات الرمزية. ها? رقم واحد تفاعل احلال مزدوج تفاعل حمض مع ملح. رقم اتنين تفاعل احلال بسيط. احلال فلس محل هيدروجين الحمض المخفف زد ان زائد تو اتش آآ سي ال ينتج عنه زد ان سي ال لتو زائد اتش تو والتاني ان اي سي او سري زائد تو اتش آآ سي ال ينتج عنه مخفف تو ان اي سي ال زائد اتش تو او زائد سي او سيني اكسيد الكربون يتصعد. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم في جزء الثالث مع سليم.